الجمهور رسالة اللعبة الاهلي الجمهور والله العظيم مش عايز منكو يعني اكتر من طائدكو لكن عايز حاجة واحدة بس تثبت في الملعب اللي انت فعلا قدر الامكان بتحارب عشان تكسب بتلعب عشان تسعد الجمهور زي ما الجمهور بيرفعك لسابع سما ويبقى فرحان بيك وبيهنيك على الانتصارات استقبل برضو وما تزعلش من غضب الجمهور لو انت افتقدت نقاط في الفترة الاخيرة او فقدت نقاط في الفترة الاخيرة لان الجمهور مش عايز عن حاجة واحدة بس ان نادي الاهلي يكسب يفوز بالدوري ويفرح بفرقته ويفرح بلعبته ده غرض او ده هدف جمهوري نادي الاهلي البعض ممكن بيشوف ان بعض الرسال من الجمهور بيبقى الهدف منها سلبي اه ده وارد في بعض اللجان اللي موجودة على السوشيال ميديا بتحاول تصدر صورة سلبية فبيبقى فيه ضغطة اكتر على الفرقة لكن خدوا الايجابيات اللي موجودة على السوشيال ميديا إيه يا الإيجابيات؟ إن في جمهور مالوش أي مصلحة لا بيكسب فلوس من وراء التشجيع بل بالعكس بيصرف ويروح الإستاد بيدفع مصاريف انتقالات ممكن يسافر وراء الفرقة مهندوش أي مصلحة كل مصلحته إن النادي الأهلي يكسب كل مصلحته إن يشوف الفرقة بتعمل أداء مميز جداً في الملعب ده هدف جمهور النادي الأهلي الجمهور اللي يتكلم بالمنطق ده وبالمعيار ده إن عايزك تكسب وبيضغط عليك عشان تكسب خد الضغط ده بشكل إيجابي ما تاخدوش بشكل سلبي لأنه خد بالك فوزت باتنين دورة أبطال إفريقيا فوزت باتنين كاس السوبر اتنين برونز محتاج تكسب ومحتاج تكمل ومحتاج تفوز بالدورة الأهلي كان وصل لسنة من السنوات في 2005 و2006 و2007 كان بيلعب على خمس بطولات لو كسب الأربعة من الخمسة خسر بطولة كان الجمهور بيزعل فإحنا محتاجين نرجع للحالة دي لازم اللعبة تفهم إنك بتلعب في الأهلي بتلعب في خمس بطولات تكسب الخمس بطولات بس تلعب وتقدي خسرت بسبب خطأ تحكيمي عملت اللي عليك والله الجمهور هيرفعك ويحطك فوق راسه لأن الجمهور فاهم وواعي وعارف كويس أو اللعيب جوه الملعب بيقدي وبيلعب ولا فيه سنة كده إنه هو مش مركز وماشي كويس مع الفرقة فيه الفترة الأخيرة أتمنى تكون رسالة الجمهور وصلت للعيبة ونقدر نعمل ده في ماتش فيوتشر اللي جاي ويكون في بقى فرصة إنك تصالح الجمهور ماتش فيوتشر ماتش بيرامدز ولقاء الزمالك في نهاية كاس مصر ودي فرصة طيبة لما تكون داخل على مبارد طولة اللي أنت تسعد جمهورك وتعوض كل اللي فات آخر جلافات